اشتركوا في القناة حسب رأيي الأغلبية أنه بدهم التوقعات مفصولة يعني كل برج لحال فحبينا أنه نعمل إحنا البرج والطالع لحال فاليوم إحنا بنحكي عن العذراء في هاي الحلقة رح نحكي عن اللي موليدهم العذراء واللي طالعهم العذراء اللي بدي يسمع طالعوا من أي برج آخر الحلقات تقريبا كلها صارت نازلة على القناة بيقدر يروح ويسمعها طبعا بما أنه رح يبدأ يعني بداية هذا الأسبوع من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر رح يكون موجود في الجوزاء يعني بمعنى آخر رح يكون في بيت السمعة فهي الفترة بتكون حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ لا تهدد سمعتك بالخطر بالفترة هاي ممكن إنك تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا يعني بمثابة فترة امتحان لإلك بتقيم وضعك فيها وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت جاهز لهاي الأمور أهم إيش إنك في هاي الفترات ما تخالف القوانين وما تدخل بأي عمل مشبوه وما تحاول إنك تتأخر عن عملك وما تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالسرطان عشان هيك هذا بيت الأصدقاء فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء بهاي الفترة ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم إيش إنك تتجنبوا الانتقاد أو انتقاد أحدهم بناسبك العمل من ضمن مجموعة مع الزملاء أو الأهل أنت بحاجة لتحالفات ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لإلك وممكن تحصد أو تحصل على تأييد وممكن تشارك في ورشة عمل بالفترة هاي ويكون لمصلحتك من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود في الأسد فعشان هيك هذا بيكون بيت متاعبكم بالفترة هاي بسيطر عليكم التعب حاول تنظيم أمورك والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير حاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار ولا تكون لجوج فقط لأنه يمكن يخذ لك الحظ في هاي الفترة من فجر يوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود عندكم بالعذراء فعشان هيك بالفترة هاي بتصير يعني بتشعروا بثقة أكبر بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداءك أو بأداءكم الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة في مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة بالفترة هاي وتجتهد على إنجاح مشروع جديد الفترة هاي فيها نوع من أنواع الحماسة ووضوح كامل بكون بالأفكار يعني بتدعمك بقوة حاول إنك تستغلها لأنه من ابتداء من يوم الخميس أو فجر يوم الخميس بتصير الأمور لصالحك باقي فترة الأسبوع القادم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء